بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في حلقة دي من الحلقات المصرفة نهاردة هنتكلم على نتيجة الطرح الرابع في شهر مارس عشرين اربعة وعشرين للمدد المختلفة لقدون الخزانة ونشوف العائد عليها وصل لحد فين وده بعد التراجع للمرة التانية على التوالي في خلال الشهر الحالي وهناخد بتالي العمل زي ما احنا تعودنا مع بعض على المئة الف ونعرف ايه اسباب التراجع اللي حصل على العائد بس لو حلقة اتفرجت على القناة قبل كده ولسه ما اشتركتش استعدنك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تجي لك اشعارات الحلقات الجديدة لو دي اول مرة اتفرج على الحلقة الاول اذا عجبتك اشترك في القناة وفعل الجرس ودوس لايك واعمل شير عشان الناس تقدر تستفيد اذا ما عجبتكش دوس لايك واقول لي السبب في التعليقات يهمني جدا ان انا عرف رأي حضرتك في بعض النقاط اللي دايما بحب اكد على حضراتكم عليها في كل حلقة بناخش فيها نتيجة الطرحات زي ما احنا متعودين احنا اول طرحة في الشهر هو اللي بنشرح في قدون الخزانة بالكامل باقي الطرحات اللي موجودة في خلال الشهر بنتكلم على النتيجة وبنأكد على بعض النقاط وفي حلقة في صندوق الوصف هتلاقي حضرك فيها الشرح الكامل لقدون الخزانة بالتفاصيل بتاعتها وبطريقة الحساب وفي نفس الوقت بسيب لحضرتك شيط ايكسل بتسهل عليك طريقة الحساب لان هي طريقة الحساب بتاعتها مختلفة عن الشهادات وعن غيره من الادوات الادخارية والاستثمارية الاخرى فمجرد نحرك هتدخل المبلغ المدة العائد هيتطلع لحضرتك كل التفاصيل الكاملة سواء المبلغ المخصوم الحساب فعليا او العائد او الضريبة والمبلغ المسترد نهاية المدة سريعا كده زي ما احنا بنتأكد مع بعض دايما حضرك لما تيجي تقدم العطاء بتاعك بتكتب متوسط سعر العائد او متوسط سعر الجلسة علشان تضمن ان العطاء بتاع حضرتك يتم قبوله وفي نفس الوقت تحصل على عائد جيد في ناس بتسأل دايما هو ليه في حد اقصى وحد ادنى ومتوسط سعر العائد علشان نضام العطاءات بيبقى كده يا فنو بحضرك بيبتدي البنك المركزي ياخد من اقل معدل عائد تم تقديمه ويبتدي يرتفع تدريجيا لحد ما يوصل للحد الاقصى وبعد كده بيتعامل متوسط لسعر العائد بالنسبة لده علشان كده ما بينفعش ان هو يتم دعم عن طريق التطبيقات او الانترديت بانكينج بتاع البنوك اللي بتصدر ادون الخزانة او بتسهل لحضرتك شراء ادون الخزانة ودي من ضمن الرسائلة اللي بيجي لي من حضرتك اخر حاجتين هنتكلم عنهم الحاجة الاولى ان حضرتك لما تيجي تحسب نسبة العائد اللي بتجتلك من ادن الخزانة اقسم مبلغ العائد اللي نزل لحضرتك في الحساب على المبلغ المخصوم فعليا مش على اجمالي قيمة ادن الخزانة هتلاقي ان النسبة التطبيقات لحضرتك مزبوطة النقطة الاخيرة ان في ناس دلوقتي بتفتكر ان المعدل العائد اللي بيجي ده سواء المدد المختلفة هو ده على المدة فقط لا اي معدل عائد حضرتك بتسمعه هو ده معدل عائد سنوي بناء على المدة حضرتك تقسم بعد كده يعني احنا مثلا مدة الواحد وتسعين يوم يبقى اسم معدل العائد اللي حضرتك تسمعه ده على اربعة لو مية اتنين وتمانين يوم يبقى تقسم على اتنين زي وزي اي اداة استثمارية اخرى انت الشاهدات كمثال لما حرك بيبقى العائد سنوي بتقسم بعد كده على اتناشر عشان تعرف معدل العائد اللي بيجي لحضرتك في الشهر كامي نفس النظر نبدأ بنا نتكلم على نتيجة الطرح الرابع في شهر مارس عشرين اربعة وعشرين للمدد المختلفة بالمثال العمل اذا ما احنا متعودين مع بعض المية الف المبلغ اللي هينزل لحضرتك في الحساب كام والمبلغ اللي هيتخسم من حضرتك كام بس ده بدون احتساب الضريبة بنتكلم على نتيجة الحد الادنى والحد الاقصى ومتوسط سعر العائد اللي بيتم اعلانهم رسميا من البنك المركزي وبعمل لحضرتك الصافي التقريبي بعد خصم الضريبة على متوسط سعر العائد بعد خصم العشرين في المية الضريبة علشان تبقى انت عارف تقريبا الصافي بتاع العائد اللي هي بيجي لحضرتك كام بس هنا بالنسبة المبلغ العائد ومبلغ المخصوم فعليا ده بدون احتساب الضراج زي ما حالكم عارفين الضريبة بتحسب على العائد وبيتم مخصمها من اجمال المبلغ وقت الاسترداد في نهاية المدة ما ليه ده باول مدة اللي هي الواحد وتسعين يوم او التلت شهور فالحد الادنى للعائد سجل اربعة وعشرين فاصل تسعمائة تسعة وتسعين في المية والحد الاقصى سجل خمسة وعشرين فاصل تمنمائة تسعة وعشرين في المية بمتوسط سجل العائد سجل خمسة وعشرين فاصل خمسمائة ستة وتسعين في المية بالصافي التقريبي بعد خصم الضريبة هيبقى في حدود عشرين فاصل سبعة وعربعين في المية على المثال الميت الف كده اللي هيتم خصمه من حساب حضرتك في حدود اربعة وتسعين الف واتنين والعائد اللي هيفضل في الحساب هيبقى خمستالاف تسعمائة تمانية وتسعين بالنسبة لمدة المية اتنين وتمانين يوم او الست شهور الحد الادنى للعائد كان خمسة وعشرين في المية والحد الاخصى كان 28% بمتوسط سهر العائد 27.723% والصافي التقريبي بعد خصم الدريبة هيبقى في حدود 22.17% على مثال 100000 كده اللي هيتم خصمه من حساب حضرتك في حدود 87855 والعائد اللي هينزل في حساب حضرتك في حدود 12145 اما مدة 273 يوم اكتسر شهور فالحد الادنى للعائد مسجل 26.5% والحد الاقصى مسجل 27.001% والمتوسط سهر العائد 26.946% والصافي التقريبي بعد خصم الدريبة هيبقى في حدود 21.55% على مثال 100000 كده اللي هيتخصم من حساب حارك في حدود 38226 والعائد اللي هيفضل في الحساب في حدود 16774 بالنسبة لاخر مدة اللي هي 364 يوم او السنة الحد الادنى للعائد كان 27% والحد الاقصى كان 28.429% ومتوسط سهر العائد 28.253% والصافي التقريبي بعد خصم الدريبة هيبقى في حدود 22.6% على مثال 100000 كده اللي هيتم خصمه من حساب حضرتك في حدود 7818 والعائد اللي هينزل حساب في حدود 21.928 ده كده نتيجة المدد المختلفة للطرح الرابع في شهر مارس في رأي الشخص ان ده تم والعائد يقفض المرة التانية على التولي لسببين علشان دلوقتي يقلل نسبة الدين اللي موجودة لان لو حضركم تاخدوا بالكم من الجدول اللي موجود في البنك المركزي هتليه ان هون مقبلش معظم العطاءات يعني هو قبل مبلغ بسيط جدا من العطاءات اللي تم تقدمها اول حاجة علشان يقلل نسبة الدين تانية حاجة علشان العائد اللي تم طلبه كان كبير جدا وهو عايز نوعا ما يحجم الاموال الساخنة اللي بدأت تدخل في الاقتصاد المصر مرة اخرى ويتعامل معها بشكل جيد وفي رأي الشخصي ده شيء جيد وايجابي للفترة القادمة باذن الله ده ببساطة كان نتيجة الطرح الاخير زي ما اتفقنا وايه اسباب التراجع العائد على الاتون الخزانة من المقدمة المختلفة بتاعتها ودي كانت حلقة النهاردة من المصرفي يارب اكون قدرت افيدكم بالموضوع ده وما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس عشان تجيلكم اشارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة عجبتك دوس لايك وعمل شير عشان لاستقدر تستفيد واذا ما عجبتكش دوس لايك وقل لي السبب في التعليقات يهمني ان انا اعرف رأي حضرتك واشوفكم على خير محمد رجل